بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس لقمان الحكيم الصف السابع ألف با التربية الإسلامية اليوم الثلاثاء 22-9 عنوان درسنا الدرس السابع الصحابة الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم نعلم أبناء الطلبة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نشر الإسلام وتبليغه للناس طبعا وفاء لهم يجب علينا أن نقتدي بهم وهذا الاقتداء بأن نحترمهم وأن نتذكر مواقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل بها لو سألتكم عدد بعض أسماء الصحابة طبعا إن شاء الله تعالى تعبوا بالفراغات مثل طلحة بن عبيد اللام عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن الزبير وصحابة كثر مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الله بن مسعود هو محور قصتنا لهذا اليوم هذا الصحابة الجليل اسمه عبد الله بن مسعود الهذلي كنيته أبو عبد الرحمن كان يعرف باسم ابن أم عبد ابن أم عبد توفي بالمدينة المنورة سنة 32 هجري ودفن في البقع طبعا قصة إسلام عبد الله بن مسعود قصة رائعة جدا أبناء الطلبة يوم من الأيام يمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان راعيا للغنم عبد الله بن مسعود فرأى معجزة أمام عينيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شاتا وكانت هذه الشاة صغيرة ليس فيها حليب أصلا وكان يعلمها تماما عبد الله بن مسعود فمسح الرسول عليه وسلم بيده الطاهرة ضرع الشاة طبعا المكان الذي يكون فيه الحليب الضرع هو المكان الذي يكون فيه الحليب فكان لا يوجد فيه حليب من أصلا فسبحان الله فامتلأ هذا الضرع بالحليب أو باللبن فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود رضي الله عنه هنا أدرك هذا الصحابي الذكي أن هذه معجزة وقد أراد الله عز وجل بهذا الموقف أن يشرح صدره للإسلام هناك يا أبناء الطلب مواقف مشرفة كثيرة في حياة عبد الله بن مسعود نحن نعلم وسمعنا أنه كان يملك صوتا جميلا ومتقنا لتلاوة القرآن الكريم وكان حريصا على تعليم القرآن الكريم للناس وكان أول من جهر بالقرآن الكريم عند الكعبة فقد قرأ آيات من سورة الرحمن على مسمع من قريش فقالوا من هذا الذي يقرأ؟ قال ابن أم عبد كانت تلك كنيته فقيل إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقالوا طبعا قوموا إليه فاضربوه هذا الضرب أثر في وجهه رضي الله عنه كان له موقف آخر عبد الله بن مسعود كان شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان دائما ملازما للرسول عسى والسلام وله دور طبعا كبير في إكسابه علم وفقه يعني عظيم هذا العلم والفقه بسبب ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم كان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه حذيفة بن اليمان ما أعرف أحدا أقرب سمتا ولا هديا سمتا يعني هيئة أهل الخير وطريق الخير ولا هديا يعني السيرة والطريقة ودلا ودلا طبعا اللي هو تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود أو ابن أم عبد شارك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك والسرايا كلها ظهرت شجاعة في معركة أحد كان مع الرجال الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحوله في هذه المعركة عندما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا استمر جهاده حتى مع الخلفاء الراشدين منزلة عبد الله بن مسعود كانت له منزلة رفيعة وعالية عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان متقنا لقراءة القرآن الكريم ولجمال صوته عند تلاوة القرآن الكريم فقرأ مرة آيات من سورة النساء فأبكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزله فليسمعه من ابن أم عبد شوفوا من أراضي أن يسمعه في خشوعه وفي طراوته وفي حلاوته فليسمعه من هذا الصحابي الجليل طبعا بشر عبد الله بن مسعود بالجنة وله قصة ذكرت في الصحيح أنه مرة من المرات صعد على شجرة أراك طبعا لتستخدم السواك وكان يريد أن يأخذ منها سواكا وكان عبد الله بن مسعود نحيفا دقيق الساقين فجاءت الريح فآخذت تحرك ثوبه يمينا وشمالا في هذه اللحظة ضحك الجالسون والصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه يعني من نحف هذه الأقدام فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد وهذا دلالة على دلالة تقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد دلالة على أن الإنسان لا يقاس بشكله ومنظره وإنما سبحان الله يعني أو هيئته وإنما يقاس بأعماله وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وكان يحب سماع صوته وسماع صوته بالقرآن وذلك لشدة جمال صوته وخشوعه أبناء طلاب الصف السابع أعددت لكم ورقة عمل ملخص درس عبد الله بن مسعود واجبك البيت حفظ هذه الورقة العمل وحل الأسئلة صفحة 37 بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير